بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحها ذهبت أغلبها إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفية اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها وبعدما أزدل ستار على الترشيحات يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد غدا السبت لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ ووفقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان فبإمكان سعيد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما حالة عدم التوافق قد تدفع سعيد لتطبيق الفصل الثمانين من الدستور الذي يعطيه صلاحيات إيقاف عمل البرلمان وتولي رئاسة الحكومة إلى جانب رئاسة الجمهورية خطوة كهذه يرجعها البعض معاللين بأن السبب وراء ذلك يعود للأزمة السياسية المفتوحة وعدم الاستقرار الحكومي إلى النظام السياسي الذي أرساه دستور عام 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر